إيمانا بأهمية العمل التطوعي ولترسيخ فكرة المشاركة والعطاء عند الشباب نظمت وزارة الشباب حملة تطوعية لمنتسبيها بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتجهيز وفرز وتغليف المواد الغدائية والطبية والملابس التي يتم تجهيزها للأشقاء في قطاع غزة بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين اجتمعت اليوم فرق من مراكز شبابية لدى وزارة الشباب وبالتعاون مع فريق الهيئة التطوعي ساند لغايات الوقوف نصرة لشعبنا وإخواننا وأهلنا في غزة اليوم هو ليس احتفال بقدر ما هو اليوم هو مساندة واليوم نظهر فيه اللحمة ما بين الشباب الأردني والشباب الفلسطيني بوقوفنا إلى جانبهم وهذا أقل ما ممكن تقديمه من قبل الشباب في الأردن نصرة لأهلهم في غزة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على مدار العام نقوم بجمع التبرعات والمشتريات للأردنيين داخل الأردن وخارج الأردن أثناء الأمور الطارئة زي اللي موجودة حاليا بغزة وشارك في الحملة أعضاء المراكز الشبابية في الوزارة وفريق الهيئة التطوعي ساند الذين أكدوا على أهمية العمل التطوعي في المساعدة في تازيز مفهوم العطاء في المجتمع اليوم مناسبة مع اليوم التطوع للشباب مع تعاون عزارة الشباب مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جينا نعبط طرود خيرية لأهلنا في غزة من طرود ملابس ومواد تموينية وأدوية أنا متطوع في وزارة الشباب بمناسبة أن اليوم العالمي للتطوع جينا نشارك هنا حتى ندي طرود لأهلنا في غزة طرود ملابس أغذية ودواء قمنا بتعبئة الطرود في مواد تموينية ملابس للأطفال والنساء والإنسانة أهلنا في غزة العمل التطوعي هو تقديم المساعدة والعون والجهد من أجل العمل على تحقيق الخير في المجتمع عموما ولأفراده خصوصا وأطلق عليه مسمى عمل تطوعي لأن الإنسان يقوم به طواعية فهو إرادة داخلية وغلبة لسلطة الخير على جانب الشر ودليل على ازدهار المجتمع تتمثل أهمية العمل التطوعي بتوسيع نطاق الخيارات والفرص المتوفرة للمجتمعات المحلية أثناء استعدادها لمواجهة الأزمات والتصدي لها وذلك بتوحيد الإجراءات الفردية تحت مظلة هدف مشترك من مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية زيد الزعبي التلفزيون الأردني ترجمة نانسي قنقر